موسيقى يوم المرأة العالمية في عيد الأم بحسب التوقيت الشرقي اللي هو في 21 أذار اللي هو مارس فأنا استدعيتك عشان نتكلم عن المرأة وسمينا الحلقة المرأة المثالية فالسؤال الأول هل فعلا في مرأة مثالية في المجتمع؟ في مرأة مثالية في المجتمع مثل ما بيقلنا الكتاب المقدس أنه هيدا الشخصية موجودة ممكن نتوصل لها بعدين في مجتمعنا صعب ومتل ما تفضلت وقلت أنه بالمجتمع المرأة كان في عليها هجوم من زمان وجاية بس المرأة المتقية الرب والمرأة اللي بتتكل على الرب هي المرأة المثالية هي المرأة اللي بتحط كل ضغوطات الحياة بإيدان الرب هي بتكون المرأة المثالية طبعا إحنا ما منعرف أنه في حد كامل سواء رجل أو امرأة بس احنا متكلم كمان عن النضوج والكمال نحو الرب ومن هذا المنطلق منحاول نصل يعني أنه نوضح الفكرة الكتابية عن المرأة لأنه مثل ما ذكرت في المقدمة اليوم في حرب شرسة ضد المرأة سواء في المجتمعات الغربية بيأخذوا إكستريم بيأخذوا تطرف معين وبتشوف تطرف من جهة أخرى في المجتمعات الشرقية نحن نركز لأنه البرنامج في اللغة العربية نركز على مجتمعاتنا اللي بشكل عام المرأة ناقصت عقل ودين والورثة والشهادة وكذا يعني مش عم بيعطوها الامتياز الحقيقي والكامل وهذا مناقض ومعارض للفكر الكتابي شو رأيك نعم بمجتمعنا نحن المرأة محجمة شوي فعلا بتعيش تحت أمرار زل في كتير ظروف بتعيش تحت خوف تحت تعنيف عدم إحساس بالأمان زل عار فيه كمان دومستيك فيولنس يلي هو التعنيف المحلي يلي منحس إنه هي بده شيء وتطلع منه مية بالمية بس بهيدي الحضارة حضارة ربنا فوق كلها أكيد حضارة الرب فوق بقى فعلا فيه إنه المرأة عايشة بطريقة معينة ببلادنا بس من خلال ضوء الكتاب المقدس الرب رفع شأن المرأة من شأنها رفعها وعطيها إيمة موسيقى موسيقى